السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإزايكم بانانيت ناس كتيرة بتتحير في الخيار المخلل وتقولوا انتو بتنزلوا طرق كتير أنهي طريقة صح بس يا ستكول الخيار المخلل اللي بيضيف له طعم بيبقى لي طعم اللي بيضيف له بصل بيبقى لي طعم مختلف اللي بيضيف له مش عارفة كل حاجة لها طعم ومختلف الخيار ده يتعمل معنا في يومين تلت يام بالزبط تقدر تسرعي عميله أكتر من جده انك تضيف خال هنجي نشوف مع بعض وهقولك بقى اتكت كلها في الفيديو معنا ده يطلع معاك اللون يضاهب ازاي ويبقى طعمه حلو ازاي لو انت عايزاه طعمه حدي بيبقى ازاي الطعم الحدي ده بيضيف التوم الطعم المسكر بيضيف البصل أحمر أنا بعمله ازاي في ناس كتير بتعملوا بالتوم أنا نفسي أنا بعمله البصل أحمر وبابريكة وفلفل أحمر طب يلا نشوف مع بعض ازاي بص يا ستكول انت عايزة نشوف معا عايزة الحاجة ما تنهارش منك ايدك مش في الخيار قوي لسه ما عندكش خبرة كبيرة هتجيب الخيار الوسط ده اللي بيبقى مضلع من بره ده بيبقى مقربش نسبة الماية بتاعته مش كتيرة فما ينهارش منك لكن لو انت واحدة ديك في الخيار المخلل والمخللات وعرفة أسراره وتكده ممكن تجيبك كبير خالص اللي بيبقى رخص ده بيمشي معانا المحلات والمطاعم وبتالي الطعمية والفول بيعمله كبير ما بيبقلش الزغير دي نقطة تفهميه الفرق بين الكبير والزغير ايه الزغير ما فيهوش ميا كتير المشته أعلى الكبير فيه نسبة ميا فبيبقى عايز تعمله خاص شوي الكبير بنروش عليه ملح قبل ما نخلله لكن الزغير تقدر تعمليه زي ما انت عايزة كده من ناقل خيار ازاي يبقى لونه غامق اخضر غامق ومضلع طب نجي بقى الميا بتاعت التخليل دي مهمة جدا يعني ايه بنجيب ميا تغليها الاول في الكاتل على النار تغليها الاول وبعدين تسيبها تبرد او تحطي عليه وهي مغلية على الخيار طب الفرق ايه الفرق ان انا لو عايز الميا بتحتي الماء الخيار سريع بحط عليه الميا المغلية يعني اكله بكرة النهاردة بالليل طب لو انا عايزاه كمان يومين ويقعد معايا ويتخلل برحته باغل الميا واسبها تبرد انك تغل الميا برا وتسيبيها تبرد ده بيقتل الميكروبات اللي فيها والطفايليات بتعقميه فما تلاقيش بتعفن معايك وما تعفلكش الخيار ولا ببوز المعيار بتاعنا ايه ليه البنانات الجديدة الزغيرين مج الميا المغلية او مج الميا بعد ما برطيها بياخد معلقة ملح مش مليانة معلقة اكل ملح ومعلقة خال حلو الكلام ده كله اهو وبعد ما نجي نخلل بنروش رشة سكر فوق البرطمان كله وتيبقي غسل البرطمان بتاعك بمية سخنة شوية ومنشفاء عشان ايه الحاجات اللي بتخلي الحاجة تعمل تبوز معاك الخل الخل بيعمل ايه هو اللي بديك اللون الدهب ده وبيصرح تسويته لو انت مش هتاكل منه على طول ما تحطش خل دلوقتي حط اكل خل اول ما تفتح البرطمان لكن انا عايزها سريع اعمل ايه اروح حتى خل طيب هنا خد معايا عشر كبايات ميا معاهم عشر معالي مالح معاهم ايه نصف كبايات خال طيب ايه الخلطة الحمرة الخلطة الحمرة للحلوة دي دي فلفل احمر ضرباه في الكبة مع ايه شوية مالح مع سكر مع بابريكا مع شوية توم خلاص ومعاهم قرون شطة حمرة اللي الشطة بتديكت عم حال والفلفل احمر فيه سكر بيخليلك الميت بدل ما تجيبي الوان والكلام الفاضي ده لوني بالفلفل احمر والبابريكا فيه من نسبة السكر عالية بتخليلك الحاجة مسكرة وتزود لك القرمش ويدي تديك نفس جميل اوي 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 انا عن نفسي بحط بصل احمر كمان وديات معلقة سكر مليان بنقلب السكر مهم جدا اه انا بحب البصل احمر جربيه بيزود لك القرمش وبيديلك طعم حلو اوي 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 عن التون كمان فيه نسبة تحب التون هنرص بقى هنحط المفروض رصه واقف طب لو البرطنان معاك كبير ويدك مش جايبة فيه هتحطيه كده وهوريك هتفضي منه الميا ازاي تفضي قصد الهو لا فتحناه من الجنب ولا حاجة طب اللي بيفتحهم الجنب وحش لا مش وحش الفلفل لا الفلفل ده شط مش عايزة ما تحطوه المخاليلات دي بتبقى حاجة اختارية انا بنفتح الفلفل هل عشان طعم وينزل ده شط فبيبقى مالدى حفظة وتقدر تحط ورق لورة معاه بيديك طعمي جميل وبيحفظ برضو على المخال بتحطي ورق لورة فوق في الاخر كده ورص نه رص حلوة جدا 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 دي الميا بردناه لان انا عايزة اكله بعد 3-4 ايام عايزة تاكله بكرة هتحط الميا مغلية اهو ما تنسيش احنا حطنا رشة سكر معلقة سكر مليان هتقول ليه دا بيقى طعمه مسكر لا طعمه جميل طعمه جميل وبتسرع سوا وتخليلك فيه قرمشة جميلة تحفى بجرد بنزله طيب لو انت بقى واحدة عايزة الصح الصح المخال الخيار بنقفه في البرطمان كده عشان ما يقبش الميا بتاعتنا اللون اللون طبعا مش جايبين اللون من برا اللون ده من الفلفل الشطة ومن البابريكا ومن الفلفل احمر عمرك ما تلوني اي حاجة والكلام الفاضي ده بنعمل كده بقى اي عشان لو في ملح واقف سكر واقف اي حاجة ومنخلي كل حاجة تغلغل في كل حاجة كل ياخد طعم يبعطه كده اهو طب نجي نشوف البرشامة بقى ان احنا طبعا الخيار والحاجات دي كلها بصي هتقبي منك فوق نعمل ايه ما عنديش ما عنديش حاجة هتخش هجيب كيس بلاستيك استريتش فويل اللي استريتش اللي احنا بنعمل ده هدخله فوق المي او ايه كمان او تجيب كيس من اكياس اللبن هتمليه مية وبتقفله وادخله فوق كده فوق الحاجة دي رجع الفيديوهات القديمة هتلاقينا عاملالك فيديو عن الموضوع ده عن التخليل انك تملي كيس اللبن مية وتحطه في المخل اللبن ينزل المخل سيب ده اهو وبتتكي بحيس ان الكيس يبقى لازق للخضار ونقفل عليه كويس جدا كده طلعنا الهواء بتاعه اهو نقفل حلو جدا الخيار هيصرحولك واخليه لونه ذهبي مش هتكلمينه دلوقتي ما تحطهوش اه حطي ورق لورة من فوق بيبقى طعمه جميل اهو ما شاء الله جميل جدا جدا معانا وما خدش وقت ايواء اهو استوى خلص اهو بسم الله ما شاء الله شفت اللون شفت الجزب اللون عامل ازاي واستوى وخلينا الخيار تحت والفلف الفوق بسم الله ما شاء الله جميل طبعا الفلفل ده اختياري بتحب الحاجة المش هتشطة انت حرة بس الحاجة المش هتشطة بتحفظ الحاجة من الدود ومن العفن ومن الكلام ده كله ايه اللي بيخلي اي خيار معانا او اي حاجة تتخلي التجوز المعيار اللي مش مزبوط المية مش مملاحة المية مغليته هاش كويس ان الخضار بتاعك فيه معظم الخضارات احنا بنرش عليها ملح الاول ونسيبها نصف ملحة ساعة او ساعتين ده لو هتسيبيه الخيار الخيار المخلل ما ينفعش انك تحط الفرط تمام مدة اسبوع وتسيبيه لازم ايدك فيه يعني تقليبيه تسحبي منه واحدة عشان ما ينهريش دي ملحوظة للمبتدئين تخلي باتك منه شوف الاطمة على طول بسم الله ومن جوه عامل ازاي طبعا ما يبقاش عندك خيار بقاله تلات وربع اسابيع وبقى سفنج من جوه سفنج ما بقاش فيه ميا وتروح مخللان انت كده بتهدري نفسك وبتهدري المكونات اللي هتحطيها وبوازين لا بسم الله مشاء الله جميل جدا معنا بسم الله ما يبوازهوش ويبقى جميل جدا معك اتمنى تشاركي معاي في القناة وحطيلي لايك يا جميل وبتجرب الطريقة وهتعجبك ان شاء الله